نشر ديوان الخدمة المدنية اليوم الكشف التجربية التنافسي للعام الجاري على موقع الديوان الإلكتروني لمدة عشرة أيام استعدادا لإصدار الكشف التنافسي الأساسي مبنيا أو مبينا أن الكشف سيتم وفقا للتعليمات المعمول بها واعتماده في تعبئة شواغر الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في وقت يعاني منه الشباب الأردني اليوم من بطالة وصلت نسابها لحدود لم تسجل سابقا في المملكة تتوجه أنظارهم صوب ديوان الخدمة المدنية الذي نشر مؤخرا جدول الترتيب التنافسي للعام الحالي اللهم يكونون من أصحاب الحظ بالحصول على وظيفة العمر كما يسمونها ديوان الخدمة والذي لا يخفي حقيقة ركود عدد كبير من التخصصات الجامعية وحتى غير الجامعية أكد على لسان رئيسي خلفهم يسات أنه يعمل بكل جهد على التواصل مع مؤسسات الدولة كافة لتعبئة الشواغر لديها من قوائم المتقدمين لدى الديوان هو تجريبي يطلع البيانات التي قدمها إلى الديوان وينظر أن هذه البيانات صحيحة ولا في خطأ قبل أن يصبح هذا الكشف نهائي في منتصف الشهر القادم لأن التعيينات ستكون عام 2018 على هذا الكشف النهائي بعد أن يصبح نهائيا إهميسات الذي خص الأردن اليوم بمقابلة صحفية بيّن أن جدول التنافس التجريبي تم إصداره بناء على عدة عوامل أبرزها توزيع النقاط حسب الأصول وفقا لكل طلب بما يتناسب وإدراج دوره على الكشف التنافسي تم شطب جميع العاملين في القوات المسلحة في الأجهزة الأمنية المختلفة في البلديات في الجامعات لأن أي واحد يعمل في هذه الجهات ما ينبغي أن يكون له طلب في دوان الخدمة المدنية لأن التعيين في هذه الجهات من خلال الديوان وبالتالي تشطب طلباتهم فورا من الديوان وفيما يتعلق بالتخوف المشروع من تراجع أدوار المسجلين على الجدول الجديد طمأن هميسات الخريجين والمسجلين لدى الديوان بأن المعايير والأساس المتبعة تضمن لكل متقدم حقه في الجدول التنافسي الكشف التنافسي من سبعين نقطة الذي يحدد ذلك المواطن الأردني سنتخرج وتاريخ تقديم الطلب ومعدل التنوية العامة ومعدل البكلوريس هنا قد يكون الناس ما قدم خلال السنة الماضية وكذا وخرج أقدم منك لما يقدم تطلع أنت هو أقدم منك أو انتقل واحد من منطقة إلى منطقة نقل شرعي كزواج أو سكن أو يأخذ دور بهذا التنافس لكن ليس هناك أي معايير أخرى تلعب في الدور إلا هذه المعايير الأرباح في المقابل أبدأ عدد من الشباب تفاؤلهم من التحديث على آلية تقديم الطلبات لديوان الخدمة بعد تحويله إلى طلب إلكتروني مطالبين في ذات الوقت الحكومة إلى فتح المجال لهم أكثر في القطاع الحكومي جيت اليوم قدمت طلب توظيف لديوان الخدمة المدنية وصراحة خدمتهم كثير مريحة وسريعة لدرجة أنه رأيسني وراء قدمت مع الواتساب عندهم يعني ما عندهم أي تأخير قدمت الطلب هنا بالديوان الخدمة كان كثير سهل الإجراءات سهلة ما في صعوبة يعني الأشياء المطلوبة منها كانت كثير موجودة بالالكل ما في مشكلة وبتابع هذه الأمور كمان عن طريق دوان الخدمة الإلكتروني وكانت الأمور تمامة يعني ما في مشكلة يشار إلى أن الأرقام صادر عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت تجاوز نسب البطالة في المملكة حاجزت 18% خلال العام المنصرم ترجمة نانسي قنقر